عودة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن ملفها أنه بايتت مقيدة بشروط تجهلتها الدول المشاركة في الاتفاق السابق ملفان أساسيا قد يصبحان جزءا لا مفر منه لطهران من التفاوض حولهما وإن كانت تتجنب ذلك نفوذها إضافة إلى التهديد الكبير الذي يصل إلى دول أوروبية وهو برنامجها للصواريخ الباليسية نبدأ من الصواريخ التي يمتد مداها من 1500 كم إلى 7000 كم والتي تشكل تهديدا لعدد من الدول المجاورة لإيران أو تلك التي تتواجد فيها الميليشيات المدعومة منها هنا نتحدث عن نطاق يمتد من الأراضي الإيرانية والعراقية واليمنية والسورية وحتى لبنان فتلك الصواريخ قادرة على الوصول إلى دول الخليج العربي بل وأبعت قليلا نحو إسرائيل وهي صاروخ شهاب واحد صاروخ باليسي قصير المدى أو المعروف بسكوت صنعته روسيا وكوريا الشمالية وطورت إيران ليصبح قادرا على حمل رؤوس نووية وبيولوجية استخدمته إيران خلال حربها مع العراق وضد معسكرات حركة مجاهدي خلق المعارضة جرى تطوير النسخة الثانية منه لتعرف بشهاب اثنين بمدى يصل إلى 500 كم ويحمل رأسا حربيا بقوة تدميرية هائلة صاروخ الفاتح 110 هو نسخة معدلة عن زلزال اثنين بنظام توجيه أدق واتهمت الولايات المتحدة الشركة الصينية بالمساهمة في تطويره أجريت تعديلات على الصاروخ ليصل مداه إلى 700 كم وأطلقت عليه اسم دوء الفقار وتقول إيران إنها استخدمت لضرب أهداف لتنظيم داعش في سوريا الصاروخ الآخر هو قيام واحد قيام واحد الباليسيط طهران زودت به ميليشيات الحوثي التي أسمت بعد ذلك ببركان الثين أطلقه الحوثيون أول مرة عام 2017 مستهدفين من صفات نفطية في أنبع السعودية قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي لتكرر المحاولات تتكرر هذه المحاولات الحوثية بعدها ننتقل الآن مشاهدنا إلى الصواريخ التي تمثل الخطر الأكبر نسبة إلى مداها وإلى قوتها التدميرية هنا نذهب إلى صاروخ شهاب ثلاثة هو صاروخ باليستي منشأه كوريا الشمالية طورته طهران لحمل رأسه النووي وهددت باستخدامه ضد إسرائيل تشيل التقديرات إلى أنها تملك نحو خمسين صاروخا ويشرف على نشرها الحارس الطوري الإيراني الصاروخ الآخر هو غدير الباليستي هو نتاج عمليات تطوير لصواريخ شهاب وعماد بنسخها المختلفة مجهز لحمل رأس نووي دخل الخذم عام 2007 تقع في مداه ثلاث دول أوروبية هي رومانيا وبولغاريا واليونان الصاروخ الآخر الباليستي المهم بالتأكيد هو صاروخ سجيل يحمل رأسا حربية تصل زنته إلى ألف وخمسمائة كيلوغرام لم يتم تأكيد نجاح تجربته حتى الآن لكن التطويره شمل نظام الملاحة والتوجيه آخر الصواريخ التي أعلن عنها من قبل الإيرانيين هو الصاروخ صمار صاروخ يصل مداه إلى ثلاثة ألاف كيلو متر ويعتقد أنه استمرار لصاروخ أعلنت عن إيران في سبتمبر 2012 اشترته إيران من أوكرانيا بشكل سري دون رؤوس نووية وتقع دول أوروبية في مداهية فنلندا السويد وبولندا وهنكاريا وإيطاليا والنمسا وفرنسا فرنسا